اشتركوا في القناة رح تحقق شهرة كبيرة بالوسط الفني هالشي رح يساوي دعاية للمعهد تبعنا ويجوزشه تعرفي؟ عملت هالمعهد كرمال أمي لما قلها رح صير أستاذ بتفرح ما بيهم الشهرة ولا غيره المهم أني خلص دراستي بالجامعة وصير أستاذ محترم وبس مع حق أمك أصلاً أنت مقدم على الدكتوراه وبالأول لازم تخلصها صايرو عم تحكي مثل أمي زهرة سلطان خانم رح تحبك كتير أوف منك يا ليلى أوف الله ستر ضربتني الكهرباء شبه اللمبة؟ منصب الحمد لله ما كان في داعي أبداً تيجو لهون الدكتور منبه علينا ما نعرضه لأي انفعال منيحة الأزمة عدت وأم بالسلامة بس هالشي ما بيعني أنه رح سامحوا علي عمله ومع هيك ما بدي حدا يدرى بالموضوع لأنه لو وصل الخبر للإعلام رح نخسر سمعتنا بالسوق وأسهم الشركة رح تنزلوا رح تفقد إيمتا أنتوا بالنتيجة بتكونوا مديونين إلنا هلأ مو وقته أبداً لهالحكي سليم نحن عم نسابق الزمن خيانة زوجك ما تركت لي مجال لفكر بمسامحته ولازم كريم يصلح غلطه ما في قدامكن إلا تنفذوا كل اللي رح نطلبه منكن لحتى نحل القصة طيب شو ميشان الدعوة اللي أنتوا رفعتوها؟ بتنحل بس لازم نتفع بالأول وكل شي بين حل شلون؟ رح أنسى كل شي بس بشرط واحد ضروري تنفسوه ماجد ونيفين يتزوجوا ويتولوا إدارة كل شركات المجموعة بل كم نقدر نحمي اسم الشركة؟ ماجد أنا مستحيل حاكي بهذا الموضوع وأبو كمان عجز أنه يقنعه حاولي معه لازم تلاقي طريقة قنعية يا ريج هذا هو الحل الوحيد وأنا قلته أنا حاليا حكيت مع المحامي ووقفت الدعوة ناطر تردي علي بكرة الظهر الحمد لله على سلامته حبيبتي الله يعافي قلبه كنت قاعدة لحالي بالبيت لهيك مليت وداء أخلاقي قلت يا مرة سهري عن زهرة وشربي شاي أهلين فيكي ساواتي منيح وأنا من الصبح مزعوجة لأنه هالولاد هاكلة همهم يا ترى هلأ شو رح يصير فيهم؟ ما تقلقي ولا تاكل همهم شوي وكل واحد فيهم رح يروح وما بيصفي غيري وغيرك ويش نب ويش بعض الله يسر لهم ربي يسعدهم إن شاء الله زهرة شو صار بقصة إليلي؟ الظهيرة سهلت أمورها لك أختي ورح يمشي حالها وافقت يعني وافقت وافقت عم خيط لها التنورة مشان لما تروح بكرة تشوف العريس تلبسها وتفرحها شوي خطي ربي يسعدها قوعتي تنسي تقليلها تحط لها شوية مكياج ايه ماشي بإلا بكرة قلتلك إنه كان متجوز وعنده ولد كمان بس الكل صاروا يمدحوا لنا بأخلاقه ولا يهمك زهرة هاي مو مشكلة ميرفت رح تقدر تسعده ربي يوفقه إن شاء الله وناريمان رح تتجوز التانية ناريمان انخطبته ما عم تقولي نوران شو بك يا زهرة شو فكرتي انت أنا بقصد إنه رح تتجوز زائج على العريس هاي هي كل ما وبتنقال الله يسعد كل هالبنات يعني كله نصيب اه اه الله يسعدون إن شاء الله آمين ويسعد الجميع حبيبتي يلا خليني روح على بيتي ما خلصت كاست الشاي صايرة عم بتدايق منه ابقي خليني شوفك الله معك تعي ايه ابقي عيدية بجي خاطرك آسيا شوفي بدي تنسيلي قصة الطلعة من هون ليش؟ لك ما معي مصاري ويراد المحل يا دو بي قدينا مصروف البيت بده أجار وعفشه بلاوي كمان ما رح تزبط بابا معه حق أخي ممكن يساعدنا الطمع لا بقى الجي بي لي سيرت أخوكي مرة تانية مش عم بكرة كل شوي تقليلي أهلي عم يصرفوا علي إذا بدك ياهن روحي لعندون وما إليك عندي شي عم تفهمي؟ وما تنسي إنه اللي ببطنك هذا ابني ايه؟ رح تضلي عندي لجي بي وبس تولادي فيكي تروحي لوين ما بدك ايه؟ بس لا تحلم يا آسيا إنك تحضني ابنك بحياتك وانا بدي فهمه إنه أمه ماتت فهمتي؟ لازم تقتنعي إنه بيتك هون حاولي تتقبلي هالشي شوفي آسيا شو بابني؟ وقف قوعة تدرني مرت على خير؟ هالمرة إيه مرت؟ شو الضمانة إنه ما ترجع له مرة تانية؟ رح ندير بالنا عليه كتير ورح يتحسن تطمني ماجد أبوك وضعه الصحي حساس كتير قلبه ما عاد يتحمل ولازم نداري وما نخليه نفعل بعرف هالشي أمي مخبي عني شي بخصوص بابا؟ ماجد حاولت بعدك كتير وما دريك بالمشاكل بس المصيبة حل المشكلة صار بإيدك إذا أصدق على مشكلة الإفلاس الموضوع بعرفه وهالشي مهامني أبدا اللي بيهمني هو صحة بابا وبس للأسف المشكلة مو هيهية أبوك بالحقيقة كان السبب بأنه تضرر شريكو أصدي في بعض الأخطاء عملة ووصلت لأنه تفلس الشركة وهالأمور كانت طبعا ضد مصلحة سليم ديمر خان اللي بعرفه أنه أبي موقفه المالي سيء بس ما كنت بعرف أنه يشتغل شي من ورا شريكو هذا هو اللي صار الليلي سليم شو اللي بيعرفه عن هذا الموضوع؟ صار بيعرف كل شي هو مستني أبوك يطلع من المستشفى لحتى يصفي حسابه ومعه ماجد أنت بتعرف منيح أني عملت كل شي بقدر عليه مشان أنقذ اسم عيلتنا وما كانتا أبوك نايم هلأ بالفرشي يعني أنت المسؤول عن العيلة بالوقت الحالي؟ قلب أبوك ضعيف وما بيصير أبدا نحن نحمله أي صدمة احكي شو المطلوب مني؟ شو اللي لازم أعمله؟ بدك ياني وفي له ديونه ولا أومه منتخد كمان؟ ولا بدك ياني رجع سمعة الشركة اللي صارت بالأرض؟ شو اللي بدك يا مني؟ الحقيقة موجود طريقة واحدة فيك تنقذ فيها الشركة بإنك تتزوج نيفين هاد اللي رح يخلي سليم ديمر خان يرضى علينا أكيد عم تمسحي مرحبا أهلين إخبار حبيبتي؟ كليلك لقمي وروحي قولي مو ممكن ولا تأخرت كتير المفروض أنا هلا أكون بالدوام تفضلي يسلموا الله يسلمك الله معك هذا تبليغ جاينا من البنك تعرفي؟ زمان كانت تجينا مكتيب من رفقاتنا وكروت معايا دات وأحياناً يكتبوا يسألونا عن أحوالنا وهلأ كلهادب تبعتي على الموبايل نايكي بنتي؟ هالرسالة إليك أنت بس مو موقعة؟ من مين؟ شو هدول بعتوليك؟ هاي شغلات للشركة طالبين مني جيبها عم بيذكروني وهلأ لازم روح كتير متأخرة ليلى هالمكتوب عن جد من الشركة بنتي؟ هاي شغلات بنتي؟ هاي شغلات بنتي؟ هاي شغلات بنتي؟ والله مش تاقع شو اللي جابوا لهن؟ ما فيني بلى ما كانت تركتني حماتي إيجي لو ما أجه هو معي الليلة خانهم ناظرك من الصبح نهاد سمعني نيح أنت واحد مريض صباح النور يا حياتي انت شو بدك مني؟ تركني بحالي بقى فرقني عم قللك شو عمت يلي لي ليلا؟ عم تبعتيلي الكام أزعر يلي بحارتكن؟ وأنا رح أرجيون عالصور يلي عندي كلها وكمان أنا رح أطبع نسخ وزعون على كل بيت بالحارة تبعكم ليتعرفوا عليكم منيح ورح كبر نسخة وعلقة بمدخل الحارة إزمعين يمليحوا ليه؟ إذا بدك ألتك تبع الصور تاعي فورا على المكان اللي رح أقلك عليه طيب جايت كرم برافو يا أمار شطورة قلت بدك تشوف آسيا أحكي لشوف عم بسمعه شو حابب تحكي معه في مشكلة بوجودي عفي وما رح أحكي قدامك الحكي بيناتنا بس نسيان أن مرتي يعني ما في بيناتنا أي سر آسيا بنتي أنت على وش ولادي وانت شايل الشغل كله لحالك والشغل يا بنتي ما بيسوالك عم بقول يعني لو تعدي هون لبين ما تلدي مستحيل هالشي لمصلحتك آسيا ولو ما رجعت بيكون أفضل تبقي معنا هون مبسوطة معولا كمال وما بدي أرجع لعندكم بظن سمعتو خلينا نروح عمي خلص نحن منجي أنا بخدمها يوم وميرفت يوم منعمل الأكل ومننضف البيت بطنك صار لحلقك وممكن بتشتغلي كل الشغل وكمان حماتك بالفرشة وما فيك تحمليها لحالك أنا حكيتها لحكي كرمال الببو أنا ما فيني يقول شي أمي ما بتوافق طبعا سمعوا لا يلي سمعتو هلأ ضد رغبتي بس طالما أنه هذا اللي عم تقوله أختي وافقت كرمالها أكيد ما رح تقزي مرتك مشان أمك ما تزعل مهيك ماشي متل ما بدكن يخلي إياكن آسيا شوفي أنا وإختك رح نجي لعندك ورح نخدمك بعيوننا رح نكون جملك ماشي لا تاكلهم المهم تكوني مرتاحة يا عمري بعطيلي الآن سيميرا لسه ما وصلت سليم باك الليلة أول ما تجي تكرم سليم باك تعرفي إنه ما فيني أطلع من البيت وكمان بدك تاخديني ع السوق ماني جاي لأخدك لننزل ع السوق وبس ناري مان أنت فيك تشوفي ماجد بطريقك يا ريت بس بتعرفي بابا ما رح يسمح لي ما تاكلهم أبوكي رح خليه يسمح لك تروحي أنا ما بعتقد إنه رح يوافق بس حاولي إذا بتقدري ايه بتشوفي هلأ رح خليك تروحي يا بناد شو قصتكم شو عم بتوتوتو خالته نوران أنا رح بلش من هلأ بشغلي ومثل ما بتعرفي بيلزمني شوي تتياب معيك حق فخرية مو معقولة تروحي ع شغلك بتياب البيت بس ما فيني رح السوق لحالي خلينا ريما تيجي معي خالته لا تطلبي مني هلشي أبدا أنا لا بحل ولا بربط لا تتعبي حالك ليكو أبوه قاعد هنيك بالغرفة جوا روحي استأذني وإذا سمح لي خدي وروحي والله بعرف عمو فايز إنتي معاك حق وبتمنى هالمرة ما تخجلني وتردني خايبة إذا ما بشتري تياب جديدة رح أضيع الوظيفة من إيدي وشو دخلني باللي عم تقولي لازم اشتري تياب ولازم انزل ع السوق ما عاد عندي شي منيح قلبسة وطلع فيه اطلع بدك يعني روح هيك شوف هدول هلأ تياب ممكن داون فيهم بوظيفتي الجديدة ما بعرف كلون مهتريين لازمك مصاري بنتي لكي ما تستحقولي لا مو لازمني لازمتني ناري مان بس أنا ما فيني انزل ع السوق لحالي وانت بتعرف هالشي لازم يكون معي حدا أخذ رأيه بالتياب اللي رح اشتريه رح تقولي خدي جهات بس جهات شو بيفهموا بهاي الشغلات خلي ناري مان تيجي معي بترجعك عمو خليه تروح معي طيب بس لا تأخريها بالراجعة شكرا شكرا يسلم وما رح أنسى لك هالمعروف أبدا عمو فايز شكرا يلا الله معكم يا بنا لا تطولوا والله لو مو موجودة أنا ما كنت بعرف شو رح تساوي حبيبتي يلا يا إيمان جهزتي كل شي خفية أنا جهزت كل شي خانا إذا نقصنا شي بتبعتي لنا يا مع الشوفير حاضر يا خانا ماجد استنى بدي أحكي شوي معك أجلية هلأ مستعجل ماجد الفواكي صحتين وهنا شكرا كتير إلك على هالفواكي حبيبة قلبي شو هالحلاوة هي كلها تصدت هالشي بدي يكون مميزة اليوم وفيني يا روحي أعرف شو السبب عمي يقل لي قلبي أنه ماجد بدي يفتحني بموضوع مصيري ورح ياخذني على مكان رومانسي سمعي بنتي لحظة مو أنتو حكيتوا مع خالي قريش بكل شي وهي أكيد بتكون خبرتهم مو هيك اتفقنا؟ مظبوط نيفين أنت ممكن تكوني قدرت تقنعي لسليم أنك لسه بتحبيه لماجد بس أنا مستحيل أقتنع بها اللي حكي بنوب وليش بقى ماما؟ أنت رأي شو عم تخططي؟ احكي الشيلي عم يدور براسك فورا معك حق ما عم كنن له أي مشاعر لها السبب بدي انتقم منه بس الشيلي جواتي هلأ تجاهه أهم من مشاعر حبه بكتير بدي ماجد وحبيبته الغبية الحقيرة اللي اسمه ناريمان يحسوا بالعذاب اللي أنا دقته ولازم خليهم يشربوا من نفس الكاز هداك وبالوقت المناسب أنا رح حزبهم نفس عذابي هذا هو الشغل الغلط عقلي بقى هالنار حرقتني من جوه قلبي ولازم هنن بنفس النار اللي حرقوني فيها يحترقوا بالإذن هلأ هاليوم يومي جهاد رحل يساعد عاصي بالمحاد الشغل كله صار عليك تافي أنا اليوم الله يعينك بس أهل الحارة رح يستفيدوا كتير من معهد الموسيقى اتحمل لك شوي وتركوا لجهادي يساعدوا العاصي والله عم يروح يبيجي على كيفهم جننني خليوني يعجلوا يفتحوا بقى سدقني عاصي مستعجل أكتر من كلهون يلا أنا بدي روح شو لسه ما عدنا فايز لوين رايح الله فين جانك ما خلصتو بتمشالي شوي معلم جمال وبرجع بشرب قهوة والله مبين عليك إنه كبران عش سنين كيف كان معاصين؟ كتير منيح الحمد الله وكيف شغلكون؟ شغالين لسه ما خلصنا بس أهل الحارة ساعدونا ما أسروا صحيح المدرسة مصدر رزقك بس إني كمان رح يستفيدوا إن شاء الله يا عم فايز اللي بيمشي ورا غاي أكيد رح يوصل بس اللي بيركد ورا سراب بضيح حاله يلا الله يوفقك أنا نازل على البلد بركي مننزل مع بعض يلا مننزل ما بعرف شو رح يكون مصيرنا معهم الله يطلطف فينا آمين يا الله اليوم ما عم يهده هالتليفون كريم أرجي أغلو صار معه جلطة هاللحظة دريت الخبر عنه وميرا اليوم ما بيّنت بظن غيابة إلو علاقة بكريم بك ما كانت تتركوا ولا لحظة بالشركة ولا حدا منهم حكى عن هالموضوع كله سكت وفيه تجار لغو طلبياتهم شكلها الشركة رح تعلن إفلاسها عن قريب لايكوا الحالة يلي وصلنا يل حدا يشوف شغله يلا ها ماجد إجيت بوقتك واحد من أهم زبعيننا اللغة الطالبية اللي كان طالبة من الشركة شو ساوي؟ أنا شايف أن أهلك هلأ بلّ شو يضغطوا على أهلي منشان اتزوجك نيفين لا، والله فاجأتني حاولي تفهميّن أني ما رح اتزوجيك وخبريّن بلاها لهالحركات وليش حتى أعمل هيك؟ السبب هو بسيط لأنه نحنا مو ممكن أنه نتزوج مو هيك؟ بس أنا ما فيني خبي مشاعري عنك أكتر من هيك ماجد أنا كنت عم حاول لهي حالي دائما وبأخر فترة كنت بتحجّج بالشغل كل هاد لحتى شوفك وأوقات كنت بحاول إتلاها بالشغل طول الوقت كرمال قدر أنسى حبي إلك بس ما قدرت أنساك يا حياتي والله أنا بحبك بجنون هذا هو الشي اللي أنا بحسه بس ما بعرف إحساسك نيفين لا تحاولي تصعب عليّي الأمور بالنسبة إلي صعب أدركك أنا أفكر فيك على طول ممكن تكون ما حابب تتزوجني بس أنت حلمي من وقت لما كنت طفلة صغيرة بريئة بحلم ألبس شي يوم فسطان العرس بس تكون جنبي هو الأهم ترجمة نانسي قنقر أمي وين شنت تايتي السودا؟ بتلاقي يا جوة قلبت عليها الغرفة وما لقيت أمي اتطلعي بالغزانة لكان بنتك هي شبهة إذا هيك أخلاقة بدي تروحوا للعريس من إيدها لكني عم قلك إلي لما بيمشي الحال بدي تطول بالها ولك افتحيت أمك عالخير شو عم تحكيه؟ ها خلاص رايحة لك بنتي؟ خلاص رايحة تشوفي العريس ميرفات حاولت بيني نقشي قدامه شوي سماعي الظلم ما بحب المرضى القلب خلقتها تحكي بوش ومعليش بس كمان ما زودية كتير أحسن ما يفتكرك معنك راكزة لكي يلا بخاطركن ميرفات خليه نعجب فيك على آخر بنتي لك شبكن انتو إذا في خير الله يبعدو إذا ما في الله يبعدو آمين 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 قدام لك syncفيلات ليش اجيت معاك فخير ما معي وقت لانه ومو محرزة اتركها تمشي لحالة تفضلي حبيبتي هاد شو؟ هاد تليفون مشان اسمع صوتك بس كنت بدي يجيب انا وانتي واحد اعتبري حالك جبتي شكرا يا الله شو شدعتلك وانا كمان ماجد انا اجيت مشان جاوبك عالسؤال اللي انت سألتني عمبارح ايه؟ رضياني يكون زوجتك يا ريت لو الزمن يوقف وهاللحظة تبقى معنا لاخر العمر يا ريت بس ما فينا شوفي لشو هتشاؤو بابا لما عرف بعلاقتنا منعني يشوفك طبعا انا اضطريت اني احكيلو عنك يعني كان رح يعرف شي يوم ايه بس بابا مالو متحمس لفكرة زواجنا بنوب حسيت كأنه مالو مصدق انا شفت هالشي بعيونه كأنه شاكك انه ما رح نتزواج انا ما تفاجأت طبعا ناريمان شو رأيك؟ روح معيك وحاكي لأبوكي مو هلا روح بعدين ماشي انتي بتأمري أمر كيف صار أبوك؟ بابا منيح تحسن شوي حسستك مزعوج معجد بحلم ألبس شي يوم فسطان العرس بس تكون جنبي هو الأهم حبك كتير ناريمان بموت عليك وانا كمان لما بكون معاك بحس إنه فيني اتحدى العالم كله طالما أنا وياك مع بعض ما في أي شي رح يقدر يوقف بوشنا وما في أي حدا بيمنعنا نكون مع بعض طالما بحبك كلها الحب رح نضل سوا ومع بعض قدي شو حلو هالحب يا ربي وينو؟ آه آسفة ما كان بدي يقطع عليكم هاي اللحظة الحلوة بس ناريمان عن جد لازم نمشي تمام بشوفك عن قريب طيب منبقى منحكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلين زهرة أنت مون منيح اللي شفتك نوران خانوم أهلين عندي لحمة مثل الفستو خرج مشاوي قطعلك منها كان بدي لحمة مجرمشة بس قطعلي كيلو منها نوران ميرفا تراحت اليوم لتقابله للعريس عاصم والله فرحت من قلبي مالي مصدق أي متتتجوز يا ترى رح تزبط مع هالمرة هالجوازة روء شوي الله يقدمي اللي فيه الخير إن شاء الله الله يسمع منك نوران خانوم زهرة خانوم إذا خلصتوا من السوق هذا وقته تمام آه شو بتقصد بهالحكي وقت الشاي تازة عامل شاي من شوي تعاوا تفضلوا عدو وأنا رح جيب الشاي فورا يا زلمي رح يخلص لنهار شو قعدنا هون بالقهوة أمار رح تخرب الدنيا عدي شوي منحكي لنا كلمتين يا أهلين نورتوا اتفضلوا عدوا عدي جاي شرفت وآنستوا يسلموا العافوا النوران خانوم شرفتوا المحل شبكي زهرة ليش قلبي والشايك؟ ذكرت الهم اللي مستنيني آخ يا نوران بطلع من مشكلة بوقع بمشكلة أصدك آسيا بالله؟ شبها هودا رجعت عملت عمل من عميلة؟ حتى نخلصها من شغلي البيت لآسيا قررنا أنا وميرفاة نروح لعندها أنا يوم وهي يوم ومنطبخ له كل يوم؟ أه لك ما عم بفهم لشو هالروحة كل يوم؟ وليش لحتى تروحوا؟ قالنا منروح بنساعدة بشغلي البيت وبالطبخ كمان من هلأ رح أولى هي هودا رح تقلعكن من البيت بس بعد ما تمسح فيكن الأراضي كرمع الآسيا وعيونها بتحملها منصبر لحتى طلع الآسيا وتجيب الولد منجي ع حالنا شوي يعني شو منعمل؟ لا ما بتدخل هالبيت لك هالمخلوقة كانت رح اتموتني بلالة هالجاية دفشتني من عالدرج ولا نسيت هالشي؟ ولما ما قدرت اتموتني ببيت هون أهلت بيجي بكمل عليها ببيتها هون لو شفت يوميتها ما رح يادروا يساولك شي هون هدي حالك ولا يهمك لا تفكري اه؟ اهدي لكي سمعيني هلأ بعد بعد فترة آسيا ما رح تقدر تقوم بشغل البيت وانتي ما معك مصاري لتجيبي واحدة تخدمك شو بتساوي؟ ها؟ ولا بدك تحوصي برجلك المكسورة هاي؟ فكري واحسبيه على المظبوط أمه واخته رح يخدموك ويجوا لعندك لهون اه؟ وانتي بتتأمري عليه هون مثل السلطانة هون ماشي؟ وساوي اللي بيخطر ع بالك اه؟ مثل ما بدك نسرين كل شي ساوي متل ما فهمتك لأنه انا ما رح اضل هون كتير رح تكوني المسؤولة الوحيدة عن كل شي بالمرسم انتي تطمن يا خانم طلبتلك ناريمان لهلأ ما اجت ع المرسم بتحبي اتصل فيها اطلبو؟ لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة